اهلا بكم الطائرات المسيرة السلاح الاهم والابرز على الساحة في الاونة الاخيرة صارت الدرونز او الطائرات المسيرة احد اخطر الاسلحة واكثرها فتكا في الحروب الحليمة هي روبوتات طائرة يتم التحكم فيها عن بعد او تعمل بصورة مستقلة بعد تزويدها بنظام ملاحي مرتبط بانظمة الملاحة العالمية كانت بالاصل مصممة لاغراض الاستطلاع الجوي لكنها لم تعد كذلك لانها اصبحت طائرات قتالية مسلحة يمكنها تحديد اي هدف في اي وقت وفي اي مكان تمتلك اكثر من مئة دولة وجماعة هذه الطائرات ويمكن للعديد من الجهات الفاعلة الوصول اليها من اشهر من تم اغتيالهم بهذه الطائرات او محاولة اغتيالهم هم صالح العروري القيادي بحماس وستة اخرون في الضحية الجنوبية في بيرون كانت هذه العملية في بداية العام الحالي وغير معروف هل العملية بطائرة مسيرة ام بطائرة حربية اسرائيلية لان الاقاويل تتأرجح بين الامر اما في يناير 2019 استخدم الجيش الامريكي طائرة مسيرة في العملية النوعية التي قتل فيها قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليمين ونائب رئيس هيئة الخجد الشعبي ابو مهدي المهندس ايضا قتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي في هجوم بطائرة امريكية مسيرة مما وجه واحدة من اقصى الضربات الى هذا التنظيم منذ مقتل اسامة بن لادن في 2015 ايضا قتل المل نذير زعيم الحزب الباكستاني النافذ الذي كان رجاله يقاتل حلف شمال الاطلسي في افغانستان في سلسلة من الهجمات الامريكية بطائرات مسيرة على مناطق قبلية في باكستان في 2013 اما عما نجوا من الاغتيال ففي اغسطس 2018 نجى الرئيس البنزولي نيكولاس مادورو من محاولة اغتيال فاشلة نفذت باستخدام طائرة من دون طيار كانت تحمل متفجرة ونجى ايضا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة ثلاث طائرات مسيرة مفخخة بالكامل استهدفت منزله في المنطقة الخضراء ببغداد في نوفمبر 2021 الان سنعرض لحضراتكم فيديو تخيلي لطريقة عمل الطائرة المسيرة من البداية وحتى ان تقوم باصابة الهدف في البداية تتحرك المسيرة بشكل عمودي من مكان الاقلاع بعد ان تأخذ الامر بالتحرك ثم تتوجه اليها عن طريق التحكم عن بعض ثم تحدد الهدف وتقوم باصابته وتعود مرة اخرى لموقعها بهذه الطريقة تتم اصابة الاهداف والاماكن المراد اصابتها بالمسيرات كما هو موضح بالفيديو تختلف انواع هذه الطائرات من حيث النوع والخجم ووفقا لطبيعة المهام المصممة لتنفيذها اصبحت الصين روسيا الولايات المتحدة الامريكية وايضا بريطانيا في مقدمة الدول الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة ووسط اسراب الطائرات التي تمتلكها الدول الاربعة يبرز اربعة انواع تصنف بانها من افضل انواع الطائرات المسيرة وهي الطائرة الاولى مكيو ناين دريبر هي طائرة امريكية صنعت بشكل اساسي لجمع المعلومات الاستخباراتية قادرة على الاشتباك مع اهداف جوية وارضية وايضا بحرية تستطيع حمل 1700 طن من المتفجرات سرعتها القصوى تصل الى 240 عقدة تحتوي على اجهزة استشعار دقيقة وكاميرات مراقبة تستطيع الطيران لأربعة عشر ساعة متواصلة كما ايضا تستطيع الانطلاق من فوق حاملة الطائرات ومن الاراضي الممهدة وتستطيع حمل اكثر من عشرة انواع من الصواريخ اما الطائرة الثانية وهي طائرة وينج لونج الصينية صنعت لتنفيذ عمليات قتالية واستخباراتها لها قدرة عالية على الاشتباك والمناورة وضرب اكثر من هدف بمقدورها التحليق لخمسة وثلاثين ساعة متتارية تستطيع حمل عشرة انواع مختلفة من الاسلحة مثل صواريخ السهم الازرق الموجهة بالليزر او قنبلة وايزيد مئتين واثنى عشر الموجهة بالليزر ايضا والمضادة للافراد قادرة على الاشتباك مع اهداف ارضية من على ارتفاع سبعة كيلو متراه يمكنها حمل اسلحة تزن ربعمائة كيلوغر الطائرة الثالثة وهي طائرة الصياد الروسي من اكثر الطائرات التي لها قدرة على التخفي تحتوي على تكنولوجيا عالية الدقة مزودة بوسائل مختلفة للصفة تحلق لأكثر من عشرين ساعة متتارية تزن عشرين طنا ما يجعلها اثقل طائرة مسيرة بالعالم قادرة على قصف الاهداف الارضية بالقنابل وتدميرها بزخائر عالية الدقة تقلع من حاملات طائرات مزودة بصواريخ جو ارض المضاد للرادار واربعة صواريخ فوق صوتية وتمانية قنابل موجهة من طراز كاب مائتين وخمس اما الطائرة الاخيرة وهي طائرة اسكاي جاردين البريطانية هي الطائرة الهجومية المعدة لضرب الاهداف الارضية والبحرية والاشتباك الجوي يمكنها حمل واحد فاطل ثمانية من عشر طن من الصواريخ والقنابل الموجهة تحلق على ارتفاعات تجاوض السلاسة عشر الف متر تستطيع حمل صواريخ ارض جو وصواريخ جو جو ايضا تقوم بعمليات الحرب الالكترونية والتشويش كما تحوي كاميرات مراقبة على اعلى موسيقى ممكنها البقاء في الجو لمدة اربعين ساعات هذا بالاضافة الى العديد من الانواع الاخرى الخفيفة والتي لا تتكلف اسعار كبيرة لتصنيعها تقع في ايد الجماعات وليس الدول تعتبر مصدر من مصادر المقاومة لدي اذا مشاهدين كانت هذه تقطية خاصة عن الطائرات المسيارة والتفاصيل الخاصة بها وما نغتالت وما هي ابرز انواعها شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء